تبقيت تلاعيات شعوبه على حرب أوكرانيا؟ الصعودة اليمين المتطرف أو اليمين الشعبوي يجد أن حرب أوكرانيا أعطت إلى أوكرانيا أولوية على حساب إفقار الشعوب الأوروبية هناك أصوات بدأت تقول بأن دول أوكرانيا بدأت تعطي عولوية إلى اقتصاديات ودعم أوكرانيا على حساب أفقار شعوبها ولذلك اللحظة أن التأثيرات والعركاسات إلى حرب أوكرانيا دور شكلها تأثير كبير يعني غيرت كثير في أرشان الأوروبية على مستوى الاقتصاد على المستوى السياسي جيو بوليتك على مستوى الأمن والدفاع لإنفاق هذا العسكر الكبير على سبيل المثال ألمانيا ميزانيتها في نبطة التحول الجديدة أكثر من 100 مليار يورو فهذه الميزانية هي على حسابنا على حساب الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنمية المستدامة حتى انثرت على الرعاية الاجتماعية فالإنفاق العسكري بصراحة أخذ الحسن الأكبر في ميزانيات دول أوروبا بسبب حرب أوكرانيا بعدما نقول عن تدعيات حرب أوكرانيا نقطة تحول تاريخ أوروبا يعني ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى حد الآن فأعتبر أوكرانيا هي المفصل بصراحة هناك حديث يقول بأنها ربما تكون نقطة مفصلية في تاريخ أوروبا ونقطة التحول أيضا في تاريخ أوروبا لكن للأسف هذه نقطة التحول هي ليست إيجابية بقدر ما أنه ترجع في دول أوروبا إلى حالات من السنوات ربما صعبة التي مرت فيها خاصة لو تحدثنا عن التضخم عن الإنفاق فإذاً حرب أوكرانيا عندما نتحدث عن تدعياتها قائمة طويلة بصراحة